بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام عاملين إيه يا أصدقائي تمنى تكونوا بخير وسحة جيدة إن شاء الله بدأنا بقى تجهيزات رمضان وكل سنة وانتوا طيبين وبلغنا رمضان على خير إن شاء الله بإذن الله النهاردة أنا هعملكم ما اتنين من تجهيزات رمضان خلنا لللفت والبوزة بتاعتنا المشروب الأساسي بتاعنا في رمضان أنا هعملكم هعمله لكم النهاردة وإن شاء الله هشوفوا طريقتها إزاي معنا غلت درة بأخدها ونجيها كويس جدا زي ما قلت لكم ده المشروب الأساسي عندنا في رمضان ولو جربتوا والله مش هتندموا ومش هتبطلوا أصلا وإحنا زمان ما كناش نعرف هاتبوزة دي خالص من حوالي 15 سنة أو 13 سنة اتنشرت عندينا فالبلد كلها بمتستغناش عنها بصراحة لازم تكون أساسي أساسي في فطار رمضان البوزة بتكون عندنا المنجة والجوافة والعصيرة التانية لكن دي بتكون أساسي عندنا البوزة وطعمها جميل مشروب حلو جدا فأنا الغلة بتاعت خدتها نجحتها غسلتها كويس وحنجحها دلوقت اللي تاني يوم الصبح وبعد كده هاخدها بقى زي نفس طريقة الفولة النابتة اللي بنبته في البيت نفس الطريقة دي أنا بقى نجحتها ليلة كاملة وتاني يوم الصبح طلحتها بالشكل ده ودلوقت أنا هصفيها على مصفة لازم تصفة نهاية ما يكونش فيها ولا نقطة مية وتكون نشفة نهاية وبعد كده هحطها في طاج فخار انابتها بقى كام يوم بقى معاك تقعد تلت تيام اربع تيام على حسب ما تنبت معاك يا زي كده أنا هحطتها على مصفة ومصفيها بقى لها ساعد الوقت على المصفة لحد ما تنشف خالص ما يكونش فيها مية نهاية وجهزتي بقى جنبي الطاجنة الفخار زي ما هشوفه ضد وقت زي كده ما فيش ولا نقطة مية خالص وبعد كده هنحطها بقى في الطاجن بتاعي وتقعد بقى أنا هي أخدت معايا اربع تيام بالزبط في اليوم الخامس طلحتها لجيتها نبتت فلا طريقتها سهلة ومشروبه هو نفسه حلو يعني احنا من حوالي اربع سنين كده في مشايخ طلحت قالت لا ما تشربوها شي دي فيها نسبة سكر عشان بتكون فيها حدوقة كده شوية فلا وبعد كده رجعوا قالوا لما تحدقوها جوي يعني جامد تبقى فيها نسبة سكر لكن لما يكون مظبوطة وحلوة وما تخلوها شي كذا كذا يوم عنديكم متخمروها فدي بتشربوها عادي فاحنا هي زي وفعلا ممكن تكون فيها نسبة سكر عشان تحس الواحد اني أدمنها اني ما بيستغناش عنها لا وكل البلد عندنا بتشربها بصراحة زي شفتوا ازاي نبتت ازاي من اربعة ايام كده زي الفون النابت ما بتنبتوه بالزبط نفس الطريقة هتطلع لها النابت بتاع بكون الغلة نفسها بتكون طلعت لها بزور كده زي ما انتو شايفين فباخدها بجا بعد ما تنبت وحطها في ردة على صينية كبيرة وحطها في الشمس بجا عنديك الشمس بجا تحطيها في المطبخ بس حتة مهواية عشان تنشف معك فانا حطها بجا عندنا الشمس بجا ما شاء الله شمس الصعيد هتاخد معي سبوع تنشف عشر تيام لحد ما تنشف نهاية زي كده بالزبط نكونش فت عشان تعرف تعرف تخلطيها في الخلاط وبس كده وهي كده طريقتها دي مراحل طريقة اه ازاي اعملانها في الاول بعد كده هعملكم ان شاء الله اول يوم رمضان ازاي تعمل المشروب بتاعها نفس اه طريقة طريقة المشروب بتاعها فسهلة جدا ومشروب ما بكلفش وطعمه حلو يعني وجربيه وجربيه وشوفي ايه طعمه ازاي وقولي لي احنا جربناها احنا ما قلناش زي ما قلتلكم ما نعرفهاش من زمان اه هي تنشرت من حوالي كم سنة كده تلاتاشر سنة فالواحد ما بقدرش يستغنى عنها بصراحة وهو ده المشروب بتاعنا بكون الاساسي في ناس بتطوع عندنا في البلد بتعمل كميات من الغلة بتوزحها على الناس يعني كل يوم بعض العصر كده في واحدة واحدة تاخد اه كوباية من عنديها او شفشف بتروح تعبيه من الستة دي المتطوعة بتعمل كمية بجا كبيرة وده اللي بجا لفت المخلل بتاعي لفت الجزر اه طبعا ما نستغناش صفرة رمضان افطار رمضان عن طبق المخلل ده اساسي في رمضان عملتلكم قبل كده الفلفل والجزر ودلوقت هنعمل اللفت قطعته بجا زي ما قلت بالشكل ده صغير مش كبير ومش رفيع زي الجزر لا ما ترفعوش زي الجزر لا طبعا المجادر بتاحته بجا معلقة السكر وملح ودي حبة البركة برضو ما بستغناش عنها والخل طبيعي لازم وكان فص ستوم بجا ومية بجا غالياها ومبردة بس ما تبردهاش خليها دافية شوية وعصير لمون والبرتمانات بجا بتاعتي معقمة ونظيفة نفس الطريقة بتاعت الجزر والفلفل يعني سهلة جدا وانتو عارفين اللفت ده انا جايبة ثلاثة كيلو بعشرة جنيه عملي خمس برتمانات من عشرة جنيه وانت مع اجيبي بجا ومبلغ وقدره لا اعمليه في بيتك فحطيت بجا المجادير بتاعتي في المية اللي مبردها ودافية وده المحلول بتاع المخلل بجا هسجي بيها البرتمانات زي ما قلت لكم تعملوا حاجتكم انت عارفة بتعمليها ازاي ونظفتها بدل ما تشتريها انت متعارفيش عملوها ازاي واوفر يعني اوفر معاك زي ما قلت لكم انا اللفت ده جبت تلاتة كيلو بعشرة جنيه عملي خمس برتمانات فلا انت هاتي حاشتك وعمليها بصراحة انا عبيت البرتمانات بالشكل ده من اللفت بتاعي واحط بجا لازم بجا حبة البركة والتوم بجا ما اقول لكمش بخلي ريحت الخلل ازاي بوديه في حتة تانية وحبة البركة بجا هي بجا هي مفيدة للجسم زي الرسول ما وصنا بها عليه افضل الصلاة والسلام اه وبتخلي تطعم المخلل بردو حلو فجربوا طريقته ان شاء الله مش هتندموا عليها كمان لو عنديكم بقى فلفل بقى كامجرن فلفل حطوه بقى لللفت الجزر بيدي تطعيمة برضو حلوة للمخلل لانا بقى خللت الفلفل بتاعي ومخلتش لللفت فلا احطو كامجرن فلفل وكمان بنجرايا عشان تدي اللون الحلو بتاع الللفت اللي بتشوفوه بقى بتاع المحلاك بتديره اللون الحلو بتاعه معلقة زيت ع الوش برضو وبس وخلص المخلل بتاعي اسبوع اسبوع وقل من اسبوع اللفت ما بياخدش وقت بصراحة في الاكل وبتاكل منه يعني وانت عملتيه بسرعة وما خدش وقت منك ورخيص وما كلفكش مبلغ وقدره لأ وفرحت ولادك وجوزك يعني وما تنسوش بقى عادة اشتراك في قناتي وممرمر في الصعيد عشان تعرفوا كل جديد عندي في الصعيد وشوفوا كل جديد عندنا واكل للصعيد وتقاليد الصعيد وكل حاجة وان شاء الله شوفكم بخير وعلى خير ان شاء الله واللهم بلغنا رمضان وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة